اشتركوا في القناة حكومة أخنوش باتخاذ إجراءة فورية وعجلة لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار أضاحي العيد هذا العام وقامت المجموعة نيابية للحزب مرسلة وزير الفلحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي معبرة عن تساؤلتها بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان توفر أضاحي عيد الأضحى في السوق المحلية وأشرت المجموعة النيابية إلى أن الإجراءات المتخذة قد تأثرت سلبا على المنافسة الشريفة مشيرة إلى أن المربين المحليين لم يستفيدوا من أي دعم في حين استفاد المستوردون من الدعم الحكومي مما أثر سلبا على الكساب المحلية كما عبرت عن قلقها إزاء الوسائل التي ستتبعها الحكومة لاستيطر على أسعار الأضاحية المستوردة في ظل زيادة المضاربات وتأثير قوانين العرض والطلب على الأسعار وأوضحت البرلمانية فاطمة الزهر بات عضو المجموعة النيابية للعدل والتنمية التي رسلت وزير الفلاح أن أسعار أضاحي العيد قد شهدت ارتفاعا كبيرا يترواح بين 1500 درهم للأضحية الوحيدة وذلك مقارنة بالعام السابق على الرغم من تشابه الظروف المناخية وأكدت البرلمانية أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة مثل إلغاء الرسوم الجمركية والضريب على القيمة المضافة للسيراد الأغنام وتقديم الحمالية بقيمة 500 درهم للأضحية الوحيدة للمستوردين أصلت سلبا على المنافسة الشريفة وأطلبت البرلمانية بكشف استراتيجية وزارة الفلاح والصيد البحري والتنمية القروية لضمان توفر أضاحي العيد بأسعار معقولة تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين العاديين وتضفي قيمة مضافة على الإجراءات الحكومية